عصام صاصة هينافس نجوم السينما بفيلم اسود ملون وهيبقى فنان شامل ولو مش عارف الحكاية تعال اقولك باختصار الساعات اللي فاتت انتشر فيديو لمطرب المهرجانات عصام صاصة وكان معاه الفنانة رانا رئيس الجمهور سأل هو ايه اللي جاب عصام صاصة لرانا رئيس هو مرتبطه جديد ولا ايه بس هيرتبطه ازاي هو عصام مش متجوز من ام مكيان اللي بيلقبوها بحرم الكروان هقولك استنى بس وممرتبطوش ولا حاجة الحقيقة لو رجعت الاصل الفيديو هتلاقيها من فيلم جديد اسمه اسود ملون واللي بيشارك فيه عصام صاصة لأول مرة في حياته بس استنى هو مش زي ما الناس قالت انه هيسيب المهرجانات لا هو هيغني وهيمثل شكله عايز يبقى ممثل شامل هو الاسم غير شرق يعني بعد ما كان بيغني في فيلم الاسكندراني لأحمد العوضي شكله هينفسه بعد كده في أفلامه اللي جاية ومن ساعة ما الفيديو ده انتشر لعصام صاصة في كواليس الفيلم الجمهور مستغرب وبيسأل هو ايه اللي حصل لمطربين المهرجانات مالهم كده مرة واحدة سابوا لايفات التيك توك والمهرجانات ودخلوا مجال التمثيل لا ده كمان بقوا بيه نفسه نجوم صف اول اه والله زي ما سمعت كده يعني دلوقتي عصام صاصة في فيلم جديد قبله بيومين كوزبرة وعنب اللي بقى نجم شباك ومثل مع يسره اسعاد يونس ده حتى حمو بيك طلع قال انا همثل وبجهز لمسرحية جديدة مع رامس جلال في السعودية يعني ما شاء الله نص مطربين المهرجانات بقوا ممثلين بس لو رجعنا شوية لعصام صاصة هنلاقي ان عصام في الفترة الاخيرة اكتسح كده كل قوائم الاستماع على كل منصات السوشيال ميديا ده حتى قدر انه في ظرف سنتين يبقى مليونير ما شاء الله ومهرجاناته الناس بيسمعوها جوه وبر مصر ووصل للعالمية في لمح البصر كده فطبيعي بعد الجماهيرية الكبيرة اللي عنده عصام صاصة وحب الشباب ليه ان احنا نشوفه على التلفزيون والمخرجين والمنتجين يستغلوا شهرته صاصة من البداية هنلاقيها عبارة عن شاب بسيط من اسره على قد حالها اتولد في فصل واشتغل سواق توك توك عايش باليومية رغم ان حياته كانت ضنك وبهدلة بس كان نايم صاحي يحلم بالمهرجانات وان الناس تسمعوه لحد ما في يوم ركب معايا واحد كان وشي السعد عليه وده تميمة الحظ لصاصة لانه سمع صاصة هو بيغني وعجبه صوته وراح ادعصام صاصة رقمه وقال له كلمني نشوف هنعمل ايه وفعلا ما صدق وكلم الراجل تاني يوم على طول واشترك معاه وعمل مهرجان قال لك تعيش وتشوف المفاجأة ان المهرجان ده سمعو ميت مليون واحد علشان عصام بين يوم وليلة يلاقي نفسه مليونير شهرة وفلوس ملهاش عدد والظهر كده ان عصام بعد ما كسر الدنيا في المهرجانات ناوي ينافس نجوم السينما وفي النهاية لو عايز تعرف اخبار الفنانين والمشاهير تابعنا على نجوم الفن اشتركوا في القناة